هذا ما تبقى من منزل كان يوماً تملأه أصوات وأحداث في حياة ساكنيه وهؤلاء بعض المحظوظين ممن كتبت لهم النجاح وتمكنت منظمات إغاثية من الوصول إليهم منظمة أطباء بلا حدود جددت تحذيراتها من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان متهمة الأطراف المتحاربة بالتجاهل الصاريخ للحياة البشرية وللقانون الدولي الأطراف المتحاربة في السودان تمارس مستويات مروعة من العنف على الناس منذ بدء الحرب في أبريل من العام الماضي نصلط الضوء على التأثير المباشر والمميت للحرب على الشعب في السودان وفي مؤتمر لها بالعاصمة الأردنية عمان أكّلت المنظمة سقوط الآلاف من الجرحى في جميع أنحاء السودان وعدم إمكانية حصولهم على الرعاية المنقذة للحياة بسبب نقص الإمكانات وعرقلة إيصال المساعدات ونهب الإمدادات الطبية وانعدام الأمن والهجمات ضد المرضى والعاملين الطبيين فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للرعاية الصحية على مدى الشهرين الماضيين تعرضت المرافق الصحية التي ندعمها للهجوم والاستهداف بشكل متكرر وتررنا إلى تعليق عملياتنا في جنوب شرق السودان ومؤخراً في المستشفى التركي بالخرطوم المنظمة في تقريرها الأخير أطلقت سرخة تحذير مما وصفته بالعنف المريع الذي يتعرض له المدنيون في السودان ووثقت آلاف الإصابات التي تراوحت بين الطلقات النارية والشضايا والطعم فضلاً عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والانتماء العرقي كما تشير الإحصاءات إلى أن المدنيين في السودان يواجهون هجمات متكررة وانتهاكات واستغلالاً من قبل جانبي الصراع ولا توجد حتى الآن بيانات دقيقة عن عدد القتلى لكن تقديرات تشير إلى أن حصيلتهم قد تصل إلى عشرات الآلاف ترجمة نانسي قنقر